سيد وزير ما هي التحديات التي تقف أمام قطاع السياحة في المغرب اليوم هو في الحقيقة هناك تحديات دولية موجودة الآن وأكبر التحديات الموجودة على المستوى الدولي وهو أنه لازم تأمين السياحة لازم أن يكون هناك سلام وأمن حتى يكون هناك انتشار أكبر بالنسبة للسياحة المغرب الحمد لله هو بلد آمن ومستقر ومطمئن وذلك بفعل الجهود التي يعملوا كل الفاعلين على مستوى الحكومة وعلى مستوى كذلك الشعب المغربي إذن الأمن أساسي جدا ولكن من التحديات التي تطرع على مستوى المغرب الأولى هي الطيران ولا يمكن أن تقوم بسياحة بدون أن يكون هناك خطوط للطيران على مستوى الأسواق المهمة بشكل منتظم وللوجهات مثل من ألمانيا نحن نحتاج أن يكون هناك تقريبا خطوط جوية يومية ما بين المدن الألمانية المهمة وما بين مراكش وأكدية ولكن نريد أن يكون هناك كذلك خطوط مع أمريكا الشمالية مع أمريكا الجنوبية موجود خط بين الدار البيضة وساو بولو غير كافي لازم أن نطور أكثر موجود خطوط ما بين الدار البيضة ونيويورك والدار البيضة وموريال لازم أن نمر إلى أكثر وكذلك بالنسبة للأسواق العربية والأسواق إذن هذا التحدي الثاني التحدي الثالث هو الجودة وجودة الخدمة السياحية التي نقدم وهذه الخدمة لا تعتمد فقط على الخدمة في الفندق ولكن الخدمة في مدننا السياحية الخدمة في مطاراتنا الخدمة فيما نقدمه في المجال الحضري كل هذه أساسي جدا لازم نعمل لنا خطة من أجل أن نطور ونحسن من مدى جودة الاستقبال ومدى جودة الخدمات على مستوى فضاءاتنا السياحية نعم من المشاكل التي يمكن والبعض يظن أن القطاع السياحي في المغرب تعاني منها هي مشاكل عدم توفر الفنادق في كل مناطق المغرب الفنادق الكافية لكي يتأوية والمنشآت كذلك السياحية الضرورية لاستقبال الزوار ما هي الجهود المبدولة حاليا لتلافي هذا المشكل؟ هو في الحقيقة نحن نريد أن نضاعف من حجم الطاقة الإيوائية المتمثلة الآن في تقريبا 100 ألف سرير لنا 213 ألف سرير على مستوى المغرب ككل ولكن التحدي الموجود هو أن تكون لنا طاقة إيوائية تبلغ تقريبا 100 ألف سرير على مستوى الشواطئ وخصوصا على مستوى قدير شمال قدير وجنوب قدير حيث تنافسية المغرب من حيث الطقس ومن حيث المناخ ومن حيث كذلك التقاف هو يجب أن تكون لنا طاقة إيوائية في المناطق التقافية التي نريد أن نبرزها هناك المنطقة الموجودة حول فاس ومكناس لازم أن نصل إلى طاقة إيوائية تقريبا 20 ألف إلى 30 ألف سرير على مستوى طنجة وتتوان في شمال المغرب حيث التقافة الأندلوسية تمتزج بالتقافة العربية الجبلية إذن لازم كذلك أن نصل إلى تقريبا 30 ألف سرير في هذا الإطار إذن هذا سؤال وجيش جدا سؤال مهم جدا والطاقة الإيوائية أساسية ولا يمكن أن تتحدث عن وجهة سياحية بدون طاقة إيوائية ملائمة حتى يمكن أن يكون هناك تعامل مع أسواق مهمة ومع مرووجة رحلات إلى غير ذلك طيب زي الفزير كيف يمكن أن يسمى أو كيف أسهم قطاع السياحة في توفير يعني فرص الشغل وكذلك الحد من معضلة البطالة في المغرب بالنسبة للمغرب هناك تقريبا 500 ألف شاب وشابة ورجل ومرأة يشتغلون في قطاع السياحة إذن هي الثاني أكبر مشاغل بعد قطاع الفلاحة الخطة التي نعمل عليها اليوم هي أن نضاعف من عدد المشاغلين بالنسبة للسياحة حتى نصل تقريبا مليون فرصة شغل موجودة على مستوى قطاع السياحة ولكن نريد كذلك أن نحسن من جاذبية قطاع السياحة بالنسبة للكفاءات لأن هناك كفاءات موجودة في البلد ليس الكثير منها يذهب إلى قطاع السياحة يذهبون إلى قطاعات أخرى ولكن نريد أن نحسن من جاذبية هذا القطاع يكون هناك تحفيز أكثر هناك تأطير أكثر يكون هناك صورة أحسن بالنسبة للذين يشتغلون في قطاع السياحة وخصوصا على مستوى التكوين خصوصا على مستوى اهتمام شرائح اجتماعية معينة بهذا القطاع إذن نحن في إطار العمل على هذا من أجل أن يكون قطاع السياحة من أكبر القطاعات المشاهدة وكذلك من أكبر قطاعات المكونة للشباب هذا في نفس الوقت الذي عملوا فيه على ما يسمى بالتشغيل الذاتي يعني المقاولات الصغرى الموجودة على مستوى قطاع السياحة فمثلا نحن في هذه السنوات التي متواجدنا فيها في الحكومة تقريبا 150 مقاولة تم خلقها على مستوى الأصفار فقط وهناك دعم كبير جدا من أجل دعم تنافسية المقاولة ونحن في إطار بعض البرنامج حتى يكون هناك تقاول على مستوى الشباب يخلق مقاولاتهم التي تعمل في السياحة تعرفين بأن السياحة تعمل على مستوى متعدد كثير من الخدمات والإطعام والفندقة والنقل وغيرها والإرشاد كل هذا أساسي جدا من أجل كذلك أن يكون تشغيل ذاتي في أوساط الشباب شكرا جزيلا لك سيد وزير لحسن حتات وزير السياحة المغربي شكرا لحضورك معنا في برنامج اليوم على الحرة